السلام عليكم أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة قدمت لكم فيديو شرحت فيه عن كيفية الحصول على إقامة لمدة سنة في إسبانيا وبولندا مع راتب شهري وسكن مجاني لكن وصلتني تعليقات من الناس لم يعرفوا على كيفية الدخول والتسجيل في موقع الاتحاد الأوروب اليوم سأشرح لكم كيفية الدخول والتسجيل في هذا الموقع أولا سوف أنقر على رابط الموقع مثلا أنا أريد التقديم على دولة إسبانيا سوف أنقر على رابط الموقع سيأخذني إلى هذه الصفحة سيطلب منك إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وربما الكثير منكم وقع في هذا الخطأ لأن هذا الكلام للناس التي لديها حساب في بوابة الشباب الأوروب أما أنتم لا تملكون حساب لذلك يجب عليكم أن نقر على إنشاء حساب سيأخذكم إلى هذه النافذة ستقومون بملء البيانير الإسم والبريد الإلكتروني وبعدها سوف تحدد لغة البريد الإلكتروني الخاص بك مثلا أنا لغة البريد بالفرنسي سوف أنقر على لغة البريد فرنسي وبعدها ستقوم بإدخال الرمز الذي في الأسف ثم ستنقر بعلامة على بيان الخصوصية ثم تنقر على إنشاء الحساب وتنتظر القليل من الوقت كما ترون أمامكم سوف ينقركم إلى هذه النافذة سيقول لكم شكرا على التسجيل ستتلقى رسالة على البريد الإلكتروني ها هي كما ترون وصلتني رسالة على بريد الإلكتروني الذي أنشأت به الحساب تقوم بالدخول إلى هذه الرسالة وبعدها تنقر على هذا الرابط كما ترون سيأخذك إلى اختيار كلمة السر تقوم بكتابة كلمة السر هناك ملاحظة يجب أن تكون فيها أرقام وأحرف وبعد كتابة كلمة المرور تقوم بالنقرة على يتقدم سيأخذك إلى هذه الصفحة تنقر على يتابع ستظهر معكم بهذا الشكل ومن ثم سيقول لك التسجيل ناجح يعني أنت الآن مسجل في الاتحاد الأوروبي كما رأيتم طريقة التسجيل سهلة للغاية لم تتطلب الكثير من الوقت بعد ذلك ستقوم بالنقرة على تسجيل الخروج ورجوع إلى قناة اليوتيوب كما ترون وتدخل على الرابط الثانية سوف تظهر معكم بهذا الشكل تقوم بالتسجيل ثانية تنقر على تسجيل الدخول ثم تكتب كلمة السر وتنقر على تسجيل الدخول من جديد وانتظر قليل من الوقت سيقول لكم تسجيل ناجح ثم يأخذك إلى هذا الموقع يلقى التضامن الأوروبي ستجد رسالة مكتوب فيها يجب أن تكون مقيمة في هذه البلدين حتى تتمكن بالتقدم على العمل في أوروبا تقريبا كل البلدين العربية موجودة بعد ذلك تنزل إلى الأسفل لملء البيانات الخاصة بك مثل تحديد ميلادك وبلدك والبلد المقيم فيه وبعدها تنقر على يتقدم سيأخذك بهذا الشكل تنزل إلى الأسفل وتكمل ملء البيانات الشخصية وبعدها تنقر إلى أنضم إلى الفايلة وبعد ذلك ستصل لك رسالة على البريد الإلكتروني تقوم بالدخول إلى الرابط الموجود في الرسالة سيأخذك إلى هذه الصفحة كما ترون هناك العديد من الأعمال التي تستطيعون التقديم عليها على غرار إسبانيا وبولندا مثلا هذا العمل في فرنسا كل هذه الأعمال فيها إقامة وتذكرة طيران مدفوعة وسكن مجاني وراتب شهري كما قلت لكم يمكنكم التقديم على أكثر من عمل كما ترون هذا العمل الذي تحدثنا عنه أن أقرأ على كلمة التطوع وتتقدم عليه أتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله هذا كل شيء في حلقة اليوم هذا كل شيء في حلقة اليوم أتمنى أن تصل لكم المعلومة بشكل صحيح لا تنسوا المشاركة في القناة ليصلكم كل جديد وانتظرونا في فيديوهات أخرى